ننوّل إلى هذه الأصبار الأعاجلة قبل قليلت الصيارات الحربية الإسرائيلية سلسلة عنيسة من أراضي السنة في المنزل المقيم الجبالية ونحن نحن نزل الحديث الأول وفق ما أفضل من بعض المواطنين الذين يدولدون في تلك المنطقة غالب الصيارات الحربية على منزل يعود على الصياد في منطقة المقيم الجبالية وغيرها من المناطق التي تشهد تصعيدا إسرائيليا وقرار وتفقدوا مرحوظة للترداد والأليات العسكرية في أكثر من منطقة في تلك المناطق أضافة إلى تسمع في هذه الأصبار بين الآن والآخر عمليات تهدافات تجدد في هذه الأصبار في بخيم جبالية وبيت اللهية وغيرها من المناطق التي تتعرض على مطار السياع على تهدافات إسرائيلية من الشهداء وتلزيل عدد كبير من الجرحة تحاول التواصم الضربية والسيارات الإسعاف والإدفاع المنطني رفض قلة الإسكانيات وبعض المناطق التي تتعرض على أكثر من منطقة في الجبالية في قطاع غزة وحيث تسمع في هذه الأثناء وفق شهادات المواطنين لتلقى مر كثير من طائرات والية الأكل الإسرائيلي الشرق الجبالية الشمالية في قطاع وكذلك هناك عائلات أو ارتقاء العشرات من الشهداء من عائلات جبالية وكذلك مناطق مختلفة من مخيم جبالية نتحدث عن عائلة حماد عن عائلة عسلية على عائلة صياد وغيرها من عائلة حمودة وغيرها من العائلات المتواجدة في تلك المناطق ومراكز النزوح كانت خلال الساعات الماضية من قبل خلاصة الاحتلال للإسرائيل وتحديدا طاورات لتوات كافتر حيث قامت استهداف تجمعات لضحفيين في مخيم جبالية الذين حاولوا توفيق عمليات التواقل المحدودة في أكثر من منطقة رغم الحديث الأول عن تراجع بعض تلك الأليات العسكرية لأن حتى هذه اللحظة لا تسمع بين الحين والآخر استمرار الاشتباكات الدائرة ما بين البقاوة الفلسطينية من جهة وجنود الاحلال الإسرائيلي من جهة هذا بخصوص مخيم جبالية بالانتقال إلى مدينة غزة وحي الزيتون الذي يشهد أيضا عملية عسكرية إسرائيلية كانت هناك غارات إسرائيلية استهدفت أكثر من منطقة وربما استهدفت منازل في محيط شارع رقم 8 ومنطقة المطلبة ومناطق متفرقة من حي الزيتون كان هناك تصريحات مشتركة لفصائل فلسطينية تحديدا كذلك القسام الجنوب العسكر لحركة حفاظ وطراء المستدل حتى العسكر لحركة الجهاد الإسلامي قالوا أن تجمع تجمعات قوات الإسرائيلة في شارع رقم 10 جنوب حي الزيتون في قضاء بالهول من العيار الثقيل وكذلك استهدف تجمعات أخرى لقوات الإسرائيلة في شارع رقم 8 جنوب حي الزيتون في قضاء بالهول من العيار الثقيل وكذلك هناك تسمع بين الحين وآخر تجدد القصة المسحة والتحليم الملحوظة طارة الاستطلاع بالانتقال لوضع الإنسان وحالة النزوح لا تزال عمليات النزوح متواصلة وربما شاهدنا قبل قليل مشاهد من عمليات نزوح مئات من الأسر الفلسطينيين معظمهم من الأطفال ونساء ونساء وكبار أدن من مناطق شمالية قطع غزة ومنطقة حي الزيتون حتى هذه اللحظة وبالتالي كل الناس تذهب إلى المناطق الغربية لمدينة فزة نحن الآن نتوادد في تلك المناطق الغربية للمدينة ومحيط مجمع شفاء الطبية ومنطقة الرمال والسحة الجندي وكل هذه المناطق هي تعرضت لتزمير البناء السحتية واستهداف المدارس للمساجد للجامعات وكذلك منطقة الصناعة تابعة لمكانة خاصة تجريل اللاجئين المقر الدائم وكذلك مجمع شفاء الطبية وبالتالي الوضع حقيقة فهذا صعب جدا ورغم الحديث الذي كان يدور على تراجع محدود بالنسبة للإسرائيل تحديدا في منطقة رياضة الصالحية لأن عمليات الإتباكات مع المقاضلة زالت مستمرة حتى هذه اللحظات مع العلم أن نحو 19 شهيدا إضافة إلى عشرات آخرين من الإصابات وصلت خلال الساعات الماضية لمتشفى كمال عدوان في شبالي قطع غزة وأيضا وصل إلى المتشفى المعمداني في مدينة غزة نحو خمسة من الشهداء وعدد من الإصابات بعد تمكن الفلسطينيين عدد كبير من الفلسطينيين الذين كانوا محاصرون في مناطق الزيتون من الحروج من ترك المنطقة وذهب إلى المناطق الغربية وهم تم نقل في طريقهم جثمين الشهداء التي كانت ملقاة في الطرقات والشوارع ولكن لازلنا سألو الأوضاع الجساس لها صعبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر